أعوذ بالله من الشيطان القجيب بسم الله الرحمن الرحيم يا سيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غاقلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمؤون أجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أغشيناهم فهم لا يبطرون وسواء عليهم أعادرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثى وهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم الثنين فكذبوا ما بعززنا مثالنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مثلنا وما آذلوا واعمال من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاع المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاتوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل آتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومن مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ما إليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعدهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لبي ولا لن مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بجعلني من المقرمين وما آزلنا على قومه من بعده من بعده موجود من السماع وما كنا موزلين إن كانت إلا صيئة وائدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ليستغفقون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قلوا لما جميع لدينا معذرون وآية لهم الأعوذ الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبما فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الليون ليأكلوا من ثمره وما عملت أأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزباج كلها مما تنبت الأرض ومن آقسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصدق منه النهى وفإذا هم مهلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادف الأعرجون القديم لا الشمس ينبغي لا تدرك القمر لا الشمس ينبغي لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يتبعون وآية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشعور وقلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا تفريح لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلا إيه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترأمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معدوين وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أكعمه إن آتم إلا في ويال مبين ويقولون مدى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سوئة وعدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبق في السور فإذا هم من الأجزاء إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويننا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وحد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سوئة وعدة فإذا هم جميعا لدينا معذرون فاليوم لا تولم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجند يوم في جغل فاكرون هم أزواجهم في ولال على الأرائك متكئون لهم فيها باكئة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا قراط مستقيم ولقد أول منكم زب الله كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسفوا حاليوم بما كنتم نكرون أن اليوم نخطم على أفاههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولون شاء لقمصنا على آلنهم فاستبقوا الصلاة ومأنا يبصرون ولون شاء لقمصنا ومعنا مكانتهم فمن تقعوا مضريا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يغلون ومن علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلنا لهم فمنها رفوبهم ومنها يأخلون ولهم فيها منافع ومجارب أبلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لأنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جوز مؤورون فلا يحزن فقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نفة بأذا وهو أشخيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرمين قل يحيي الذي آجأها أول مرة وهو بكل هلقن عليم الذي جعل لكم من الشجر الأغرين آغاب إذا آتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بل آل بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو القلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبآن الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العميم وصدق رسوله النبي الكريم